نيران صديقة تحصر بيت حزب التجمع الوطني الديمقراطي والرجل الاول في الحزب احمد او يحيا ينتفذ ضد رواد الحملة المضادة التي يتعرض لها عبر بيان حمل توقعه مخاطبا منوئيه بعبارات اشار من خلالها بانه لن يلدغ من نفس الجحر مرتين خاصة وان قائمة قادة الحركة التصحيحية الجديدة تضم اسمها تعيد الى ذاكرة او يحيا التصحيحية التي قادها وزير الصحة الاسبق يحيا جدوم ضده قبل اربع سنوات او يحيا وصف قادة الحركة التصحيحية ببضعة اشخاص والاقلية مؤكدا بان المرحلة المقبلة سيحضر فيها اي تحرك غير مرغوب من هؤلاء او غيرهم اما الناطق الرسمي باسم الحزب اعتبر بان محاولات زعزعة استقرار الارندي لن تؤثر على التحذير للمعتمر الاستثنائي للحزب المبرمج في الخامس والسادس والسابع مايا المقبل كثير منهم عندهم حتى صيلة عضوية مع التجمع الوطن الديمقراطي باعتبار انهم كانوا برلمانيين في العهدى الاولى ولا كانوا في صفوف التجمع لكن صيلته من قاطعة مناضلين موسميين يحبوا يترسموا بدون ما يفوتوا على المسابقة يعكروا صفوف الجو اللي يعمل فيه التجمع الوطن الديمقراطي من الان فصاعدا غير مقبول سيحمد او يحيا لم يتوعد بأي اجراء ضد هذا الاخوة وانما اراد ان يلفت الانتباه باننا دخلنا في مرحلة جد جذور الازمة التي تعترض طريق او يحيا تجاوزت المحيط الداخلي بعد هجوم سعدني الاخير لكن الارندي اكد بان او يحيا يملك الاليات التي تمكنهم من تجاوز هذه المرحلة بدون خسائر كما عجبت حي الوطنية في تدعيم رئيس الجمهورية في تقوية الجبهة الداخلية لا اعتقد انه اليوم هذا الخلاف ان وجده رح يكون عنده تأثير على قواعد تجمع الوطن الديمقراطي يبدو ان احمد يحيا يمر باصعب فترات حياته السياسية على جميع الاصعدة بعد مطالبة الامين العام للافلان عمار سعداني باستقالاته من منصبه كمدير ديوان الرئاسة اما على الصعيد الحزبي بعض الاصوات تسعى لمنعه من تولي قاطرة الحزب بصفة رسمية فهل سينجح السحمد كما يسميه انصاره في تجاوز هذا الظرف بسلام اشتركوا في القناة